نروح للزميل عزيز محمد الباز نتعرف منه على أرقام مباراة اليوم منورنا محمد مسأل خير كتنائي مسأل خير الكباتن يعني لو دخلنا في أرقام المباراة على طول حابب أجيب مقارنة ما بين أرقام مباراة الأهل وشباب بلوزداد في مباراة الزهاب هي هي تبكا نفس الأرقام ولكن التفوق كان للأهل في الزهاب نفس الأرقام تفوقا للأهل هي هي نفس الأرقام تفوقا لشباب بلوزداد على ملعبه من نار يعني بمعنى أوضح أننا لو حطنا الأرقام قصاد بعض بتاع إحصائية وأرقام مباراة الزهاب تفوق كله كان للنادي الأهل إذا ما احنا عارفينه خرجت النتيجة 0-0 تعادل سلب النهاردة نفس الكلام تفوق في معظم الأرقام لشباب بلوزداد مع تعادل سلبية 0-0 خلينا نستعرض الأرقام ونبدأ نشرح بعض النقاط الفنية يعني مرتبطة بالأرقام النهاردة واللي شفناه على الأرض الملعب يعني احنا كان فيه أخطاء كتيرة النهاردة في 13 خطأ أو فاول يعني ضد النادي الأهلي فيه عشر ضد بلوزداد الركنيات تسع ركنيات لشباب بلوزداد مقابل ركنيتين للنادي الأهلي في المبارات الزهاب يا كابتن نايمان كان فيه عشر ركنيات للنادي الأهلي مقابل ثلاث ركنيات لشباب بلوزداد هنا ده اللي أنا أقصده التسلل ثلاثة لشباب بلوزداد فيه اتنين ضد الأهلي التزديدات هنا بقى نفس الكلام تزديدات النهاردة 15 تزديدة لشباب بلوزداد منهم 6 على الثلاث خشبات بدقة 40% لأول مرة النادي الأهلي في مباراة 7 تزديدات فقط رقم أولا جدا ولا تزديدة فيهم على الثلاث خشبات بشكل مباشر الإحصائية دي أو الرقم ده في مباراة الزهاب كانت العكس كان فيه تسع تزديدات للنادي الأهلي منهم أربعة وخمسة أون طرج وتسع تزديدات لشباب بلوزداد وولا واحدة منهم على المرض على الثلاث خشبات الفرص النهاردة كان فيه فرص كثيرة لشباب بلوزداد يعني فرص بشكل عام يعني منهم بس ثلاثة وربعة محققة بالزبط هم تلاثة بس أما أربعة عشر فرصة للنادي الأهلي كان فيه ست فرص الاستحواذ خمسة خمسين في المئة لشباب بلوزداد خمسة أربعين في المئة للنادي الأهلي المباراة السابقة الزهاب اللي انتهت برضه بتعادل سلبي كان واحد وستين في المئة الاستحواذ للنادي الأهلي مقابل تسعة تلاتين لشباب بلوزداد ده اللي أنا أقصده برضه التمريرات كنت بقول لحضرتك قبل المباراة ما بيمتزوش بالتمريرات الكثير يعني دايما بلعبوا اللونج بول حتى الشورت باصس نهارد ده رقم كبير جدا يعني اجمال التمريرات لشباب بلوزداد خمسمية واربعتاشر تمريرة منهم ربعمائة وثلاثين تمريرة بشكل صحيح اعتقد ضكة وصلت ليه تمانين في المئة خمسة ربعين لتمانين في المئة التمريرات الكثيرة النهارده أو الشورت باصس عند شباب بلوزداد عالى يعني ده أرقام متفوقة عن نادي الأهلي وده مش طبيعي اللي احنا جفنا بها الأهلي دايما بنوصل لتمريرات خمسمية وستمية في المباراة الوحدة اللي بيدينا أفضلية في الاستحواز النهارده خدها كلها تفوق لشباب بلوزداد حتى اللونج بولز النهارده كانوا بلعبوا بشكل كويس تمانية واربعين تمريرة طولية لشباب بلوزداد تساعتاشر منهم بشكل صحيح اربعين للنادي الأهلي عشرين منهم يعني نسبة خمسين في المئة بشكل صحيح دي كده بشكل عام الإحصائية بتاعت المباراة يعني لسه مكملين العرضيات كنت بقول ل حضرتك دايما شباب بلوزداد بمتاز بالكرسات ودايما جهة الشمال عندهم طبعا مزيانة زي ما شفنا اللي بيعملوا خطورة كبيرة جدا بيلعبوا الكرسات وبيستغلوها بشكل كويس جدا النهارده عملوا سبعة وعشرين عرضية سبعة منهم بس بشكل صحيح النادي الأهلي عشر عرضيات منهم خمسة بس بشكل صحيح حتى الدريبلين كان عندهم يعني متقارب زي الأهلي 11 منهم سبعة بشكل صحيح 12 للأهلي سبعة بشكل صحيح أو سليم كسب الكرة النهارده سبعة وتسعين شباب بلوزداد سبعة وتسعين مرة تلاتة وتمانين للأهلي وكان دايما استرجاع الكرة أو ريكافر نهارده كان عالي بالنسبة لشباب بلوزداد بصراحة دايما الكرة كان فيه ضغط عالي شارس بيستخدصوا الكرة بسرعة من ناحية الاعتراضات كان فيه تمانية بشكل صحيح لشباب بلوزداد النادي الأهلي النهارده 12 اعتراض من حتى الابتعاد وكرة واخراج الكرة كان 26 للنادي الأهلي وهنا الرقمين دول حنقف ايه ابتعاد واخراج الكرة من ناحية ومنطقة من الخلف من منطقة التلت الأخيرة عند النادي الأهلي وهنا الرقمين دول بالذاتة يا كابتن أيمن تفوق فيهم وحتى يعني بتاعت المباراة أفضل أرقام في المباراة كانت من صلاح النادي الأهلي كان لمحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم لما أكتر اتنين عملوا الاعتراضات عملوا حتى إبعاد الكرة بشكل صحيح وشكل دقيق جدا وده اللي حنستعرضه ونشوفه مع بعض أرقام ياسر إبراهيم وأرقام محمد عبد المنعم بالمناسبة أعلى سكور النهاردة في المباراة كله راح لمصطفى شبير يعني عنده تصديات خمس تصديات النهاردة وخد كل الأفضل سكور من المباراة بشكل عام اهو يعني احنا بنقول لحضرتك إبعاد الكرة كان برضو ياسر إبراهيم عمل تمانية بشكل صحيح محمد عبد المنعم خمسة البلوكات شوت في أي بلوك لأي شوطة النهاردة تدخل فيها ياسر إبراهيم عمل بلوك للشوتين محمد عبد المنعم ما كانش عنده أي التحام في بلوك أنه هو منع شوط على المرمى لاعتراضات نفس الكلام كنت بقول لحضرتك محمد عبد المنعم عمل نهاردة أربعة ياسر إبراهيم عمل اتنين لمس الكرة من أكتر الناس لمست الكرة من الخط الخلفي اللعبوا حتى لونج بولو ساهموا في البلد أب نفس الكلام برضو في بقية الأرقام التمريرات في خمسة في تمانية وخمسين تمريرة منهم خمسة أربعين بشكل صحيح لياسر إبراهيم يعني تقريبا تنين وسبعين تتسرعين في المائة محمد عبد المنعم وصل لتسعين في المائة من الدكة تلاتة وستين تمريرة منهم تسعة وخمسين بشكل صحيح حتى اللونج بولو نهاردة ياسر إبراهيم ظهر بشكل ياسر عمل حضاشر واحدة منهم أربعة بشكل صحيح محمد عبد المنعم مساهمش بشكل كبير هو واحدة بس وكانت صحيحة كرة أو تمريرة طولية كاسب التحاملات الصينوائية كان محمد عبد المنعم متفاوق جدا يعني فيه أربعة منهم كواناتة عبد المنعم عايز أتكلم على التمريرات يعني التمريرات ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم دي كانت أرقام مميزة بالنسبة له هم كأميز اتنين في الملعب كانوا بيلعبوا تمرير صحيحة؟ مش التمريرات إنه هم ساعدت في الاسكور بشكل عام وده جزء من أرقامه معموما بشكل عام اللي خلاهم يبقى أفضل أرقام هي الالتحامات الاعتراضات اللي هو الكاسب الكرات اللي هي بالنحية الدفاعية أكثر نحية الدفاعية بالضبط لأن التمريرات هم دايما نص الملعب أو يباصل اللي جنبهم أكثر بالضبط يعني ممكن بتساعد بشكل كبير جدا ولكن احنا فيه البروجريسف باس ديك يا كابتن بلال اللي دايما بنوقف عليها اللعيب اللي بيعمل التمريرات اللي بتكسر خط الظهر اللي بتوصل اللعيبة أو السروق إن هو ده بقى فعلا الرقم يعني الإيجابي هم بس هنا مجرد عرض الأرقامهم بشكل عام ولكن هم كان لهم دور كبير جدا في نحية الدفاعية في استخلاص الكورة في الريكافري مع حتى مصطفى شوبير النهاردة فيه سبعة تمريرات سعيد كنت بقول لحضرتك إن من دقيقة خمسة سرعين أو سبعة سرعين حتى نهاية المباراة معظم الاستحواس طبعا كان بشكل كبير جدا لشباب بلوزداد ولكن كان عندنا أكتر من خمس يعني تقريبا أربع لخمس كونتراتاك للنادي الأهلي النهاردة مع مساحات في ظهر شباب بلوزداد كبيرة جدا كان ممكن نستغلها أنا مش عارف عن سبب الحضرتكم طبعا التحليل الفني وبالتفاصيل هل ده كان ليه دور كبير عامل بدني مثلا أو عدم التركيز لإن إحنا في آخر ربع ساعة فعلا وكان فيه صورتين معنا بس يعني جبناهم من الخمس ست كونتراتاك دول بيورونا كابتن أيمن فعلا كان عندنا فرصة كبيرة جدا إن إحنا نهاجم المساحات في خلف الأظهرة بالأخصة عند شباب بلوزداد كان ممكن فعلا النهاردة نستغل الفرصة بس إحنا الظروف اللي حاضت بنا قبل المباراة وأثناء المباراة كمان يعني أكيد أثرت على أداء لعيب النادي الأهلي يعني أنا شافي النهاردة إنهم يشكروا على المجهود الاتعامل طبعا يعني ظل الظروف وظل الأجواء اللي قبل المباراة بالذاتنا كنت بعيد عن الكرة تقريبا أو عن المنافسات الرسمية لمدة خمسين يوم يعني كنت بقول لحضرتك قبل المباراة إن من أول شهر يناير حتى الآن شباب بلوزداد لعب تمن مباريات في الدور المحلي منهم أربعة فوز وتلاتة تعادل وخسارة وحيدة يعني حتى على مستوى النتائج ماشي بشكل يعني فيه استقرار شوية أحرص حضاشر هدف واستقبل أربع هدف يعني رجلهم في الملعب فيه التحميلات فيه شجل ده كنت بقول لحضرتك عليه حتى ده ديئة تمانية وسبعين يعني الكرة تقطعت وتلعبت كانت لو فيه سرعة شوية آه يعني قبل فيه كادر كده قبل الصورة من أفشا كانت ممكن تبقى تأسهل من كده وتترجل برضو مثال تاني إحنا بس عشان الوقت فيه أمثلة كتيرة جدا نفس الكلام هنا الكرة تقطعت ديئة تلاتة وتمانين حتى كمان في الدقيقة التانية من الشيطة الإضافي نفس الكلام لو نفتح الكاتب بص ناحية تانية ناحية اليمين عند شباب بلوزداد أو ناحية شمال عندنا جاءت شمال كانت فضية كانت شوارع وارك وكان ممكن أن نحن فعلا نلعبها بشكل أسرع من كده ونضرب الخصف أنا كنت وارك بتفرج متوقع أن الأهلة هيخطفوا واحدة زي ديئة بصراحة في آخر عشر دقايق ولكن نقطة النهاردة قد تكون إيجابية وإن شاء الله اللي جاي نقدر نحن معفوز يعني نكون مستريحين في صدارة المجموعة والصعود بإذن الله وإن شاء الله